قراءة القرآن الكريم وقد يعجب السامع ما علاقة قراءة القرآن الكريم بزيادة الرزق يقول عليه الصلاة والسلام البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويوسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين هل هناك أوضح من ذلك البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويوسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين وإن البيت الذي لا يقرأ فيه يضيق على أهله ويقل خيره وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين إنك إذا قرأت القرآن الكريم اختربت من الله وإذا اقتربت منه اختربت من طاعته وإذا أطعته كافأك بسعة الرزق وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن غنًا لا فقر بعد ولا غنًا دونه وروا الإمام الغزالي قصة أن رجلاً لازم باب عمر رضي الله عنه ضاق به سرعًا قال يا هذا هاجرت إلى عمر أم إلى الله هذه مشكلة تقع في كل وقت يعني إنسان ينسى الله يرى الشيخ كل يوم كل يوم كل يوم استقمت ما صار معي شيء أديت الصلوات لخمس وقيام الليل ما ارتزأت لا يرى الله يرى الشيخ هذا خطأ كبير قال له هاجرت إليه أم إلى الله تعلمي القرآن فإنه يغنيك عن بابي فغاب حتى فقده عمر فوجده يتعبد فقال قرأت القرآن فأغناني عن عمر فقال وما وجدت فيه قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فبكى عمر رضي الله عنه أول نقطة في هذه الخطبة أن قراءة القرآن توسع الرزق البند الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أحد أصحاب رسول الله سمرة رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله ما أقرب الأعمال إلى الله عز وجل قال صدق الحديث وأذاء الأمان قلت يا رسول الله زدنا قال صلاة الليل وصوم الهواجر قلت يا رسول الله زدنا قال كثرة الذكر والصلاة عليه تنفي الفقر كثرة الذكر والصلاة عليه تنفي الفقر قلت يا رسول الله زدنا قال من أم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير والعليل والضعيف وذا الحاجة وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن وحمد الرق وصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقد طلب الخير من مكامنه طلب الخير من مكامنه يعني أنت حينما تصلي على النبي تذكر كماله تذكر ورعاه تذكر استقامته تذكر حبه لله فإذا اقتضيت به استحقفت أن يوسع الله عليك في الرزق حديث آخر روى الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة يعني الدعاء فكم أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت قال وإن زدت قال فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت وإن زدت قال فهو خير لك قلت الثلثين قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك هذا كلام المعصوم هذا كلام سيد الأنبياء والمرسلين هذا كلام الذي لا ينطق عن الهواء أيها الإخوة في مفهوم سلبي كي ترضى بالرزق قال ذكر الموت مر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس من مجالس الأنصار رأاهم يمزحون ويضحقون طبعاً مزاحاً بريئاً ومشروعاً لكنه أراد أن يعظه قال أكسروا ذكر هذه من لذات فإنه لم يكن في كثير إلا قل له ولا في قليل إلا كثار أنت حينما تفكر أن نهاية الحياة الموت وأنه ينتقل المرء من القصر إلى القبر فإذا كان في بحبوحة كبيرة رأى هزائلة وإن كان في قلة رأاها موقفة لذلك وردت بعض خطب النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء لا يدخل ذكر الموت بيتاً إلا رضي أهله بما قسم لهم يعني بالنهاية إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه يعني ما في عليه مذكرة بحث غير ملاحظ غير مطلوب للعدالة إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده وقوت يومه فكأن ما حيزت له الدنيا بحداثيره هذا البند في الفطبة طابعه سلبي إنك أيقنت أنك سوف تموت ترضى بما أنت فيه أيها الإخوة أحد أسباب زيادة الرزق عدم النوم بعد صلاة الفجر فقد قال عليه الصلاة والسلام الصبحة تمنع الرزق وفي رواية تمنع بعض الرزق والحديث المألوف والمشهور بورك لأمتي في بكورك والذي يؤلم أشد الألم أن الغربيين في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا تبدأ الحركة الكسيفة بدأ من الساعة الخامسة صباحاً كنت قبل أسبوع في مدينة لفرنسا والله الساعة التاسعة مساءًا ما وجدت إنسان في الطريق ولا إنسان في مدينة كبيرة ينامون باكراً لترتاح أجسامهم وينهضون باكراً إلى أعمالهم ليركزوا في أعمالهم نحن أحق بهذا نحن للساعة واحدة اثنتين ثلاثة ما في شيء بيبدأ قبل الساعة ما عشتان لا في المكاتب ولا في المحلات التجارية كل شيء لسه المعلم ما لك للساعة ما عشنا في حركة هؤلاء الذين يعملوا الواحد منهم ثماني ساعات في بلاد نامية يعمل الإنسان سبعة وعشرين دقيقة وفي بلد آخر سبعة عشر دقيقة وفي بلد آخر أقل من دقيقة لا تصدق أن تستطيع أمة يعمل أفرادها بالدقائق أن تنتصر على أمة يعمل أفرادها ثماني ساعات يومياً فلذلك أحد أسباب زيادة الرزق عدم النوم بعد صلاة الفجر أنا لا أمنع هذا إطلاقاً ما في حكم شرع إذا إنسان صلى الفجر في جماعة يستلقى ساعة أو ساعتين المقصود أن تباكر إلى الرزق أحد علماء دمشق ألف أكبر موسوعة فقرية عشرين جزء تقريباً وأكبر موسوعة في تفسير القرآن أقسم لي بالله أن هذين الكتابين الكبيرين ألفهما ما بين الساعة الرابعة صباحاً والساعة السامنة وقت الفجر وأنا أقول لكم والله الذي أنجزه أحياناً بعد صلاة الفجر إلى الساعة السامنة يزيد عن أربع أضعاف ما أوجزه أثناء اليوم بولك لأمتي في بيكوري عود نفسك أن تنام باكراً تنام باكراً تستيقظ على صلاة الفجر وكأنك حصان نشير هذا وقت البركة وقت التجلي وقت الرحمة لو يعلم الناس ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبواً ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يجمع سيد فاطمة مر بها النبي الكريم وهي مضجعة فقال يا بنيتي قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشرس مرة ينبغي أن ألتقي مع إنسان قال للساعة السادس صباح في مكتب نفت نظري الساعة السادس صباح هذا وقت لم يألف الناس أن يلتقوا به قال لأنا كنت صغيرا وكان أبي يوقظني بصلاة قيام الليل كل يوم فألفت هذه العادة أنا قبل الفجر بساعة أستيقص وأبقى إلى المساء وأنا مباكرا لو أخذ قرار الواحد سهر قيل وقال كلام فارغ أغيبه ونميمه حتى الساعة الواحدة في معظم الأيام تفوته صلاة الفجر وإذا إنسان فاتته صلاة الفجر كمن بال الشيطان في أذنه وفي حديث يقول عليه الصلاة والسلام إذا صليتم الفجر فلا تناموا عن طلب أرزاقكم فإن هذه الأمة قد بورك لها في بكوره والدعاء النبوي اللهم بارك لأمة في بكوره وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار لا تناموا عن طلب أرزاقكم فيما بين صلاة الفجر وطروع الشمس باكروا طلب الرزق والحوائج فإن الغدوة بركة ونجاح أيها الإخوة بند آخر من أسباب زيادة الرزق التوسعة على العيال التوسعة على العيال أحد أسباب زيادة الرزق يقول عليه الصلاة والسلام إن مفاتيح الرزق بإزاء العرش ينزل الله للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم الذي يوسع على من حوله يوسع الله عليه يلي يتولى ما تحتاجه أخواته الفقرات يوسع الله عليه الذي يتولى جيرانه يوسع الله عليه الذي يتولى الفقراء والمساكين يوسع الله عليه بقدر ما تنفق يأتيك الرزق تضيق يضيق عليك توسع يوسع عليه ينزل الله للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم فمن كثر كثر الله له ومن قلل قلل الله له والحديث القدسي أنفق 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 عليك إذ الله ملأة لا تغيضها أي لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبير إمساك تضيق فأخذ بعمامته فجذبها إليه وقال يا ابن العوام أنا رسول الله إليك وإلى الخاص يقول الله عز وجل أنفق أنفق عليك ولا ترد فيشتد عليك الطلب إن في هذه السماء بابا مفتوحا ينزل منه رزق كل مرئ بقدر نفقته أو صدقته ونيته فمن قلل قلل الله عليه ومن كثر كثر الله عليه وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام يا عمران إن الله تبارك وتعالى يحب الإنفاق ويبغض الإختار فأنفق وأطعم ولا تصرر صرا فيعشر عليك الطلب وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السخاء شجرة من شجر الجنة أغصانها متذليات في الدنيا من أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة والبخل شجرة من شجر النار أغصانها متذليات في الدنيا من أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة أنفق أنفق عليك أنفق بلاله ولا تخشى من ذي العرش إقلاله أيها الإخوة في عنا بن آخر سادس حسن الخلق أحد أسباب زيادة الرزق عن أنس رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام حسن الخلق وكف الأذى يزيدان في الرزق الحليم مرزول العفو مرزول الكريم مرزول المنصف مرزول حسن الخلق وكف الأذى يزيدان في الرزق وعن عبادة ابن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى إذا أراد بقوم بقاء أو نماء رزقهم السماحة والعفاء وإذا أراد بقوم اقتطاعا فتح عليهم باب خيانة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا قموا بسوط أيها الإخوة الأمانة تجر الرزق دقيق هذا قانون الأمين موسوط يتمنى الناس أن يشاركون يعطيه الناس أموالهم ليتجر بها يعني أكبر سروة تملكها على الإطلاق أن تكون أمينا أمانتك سبب وفرة الرزق في حديث آخر الأمانة غنا بالمعنى المادي بحق الأعمال التجارية الموظف الأمين مطلوب وراتب ومرتفع ومركزه قوي وينمو باستمرار الأمانة غنا الوفاء والصدق يجران الرزق إذا واحد بشركة وفي بصاحب الشركة لم يضيع وقت الدوام إطلاقا الوفاء والصدق يجران الرزق والأمانة غنا ومن يحرم الرفقة يحرم الخير وهذا الكلام موجه للشباب بلد سابع من بنود هذه القطبة أن النكاح أحد أسباب زيادة الرزق وقد لا يفهم الإنسان هذا المعنى هو بضائقة يعني داوها بالتي كانت هي الداء هو بضائقة أنت حينما تطلب العفاف الله عز وجل يفتح لك أبواب الرزق يأتيك رزقك ورزق حليلتك الأدلة يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس التمسوا الرزق بالنكاح أنت حينما تفكر أن تتزوج أمرأة صالحة تسترها وتجبر خاطرها أنت الآن مرزوق وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال عليه الصلاة والسلام تزوج النساء فإنهن يأتينكم بالمان يعني تأتي ومعها رزقك والآية الكريمة أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشك إليه الحاجة والفقر فقال عليك بالباء عليك بالزواج شك إليه الفقر ما معه؟ قال له عليك بالزواج وعن عمر رضي الله عنه قال عجبت لرجل لا يطلب الغنى بالباء بالزواج والله تعالى يقول دقيقوا الآن افهموها فهم خاص هذه الآية إن يكونوا فقراء قبل الزواج يغنهم الله من فضله بعد الزواج وفي الجامع الصغير أدت أحاديث تبدأ بحق حق الوالد على ولده حق الولد على أبي حق الزوج على زوجه حق الزوج على زوجته حق المسلم على المسلم حق أحاديث كثيرة لكن في حديث واحد إذا قرأه الشاب ينبغي أن يقشع الرجل حق المسلم على الله أن يرزقه إذا طلب العفاف حق المسلم على الله أن يرزقه إذا طلب العفاف وقال عليه الصلاة والسلام سلاسة حق على الله أن يغنيهم المجاهد في سبيل الله والناكح يريد أن يستعفذ والمكاتب يريد الأداء وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح أطيعوا الله أنت حينما تتزوج تطيعوا الله الدليل وأنكحوا الأيام منكم أمر إلهي تزوجوا أيها الشباب أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وعن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الفاقة فأمره أن يتزوج كم حديث صاروا ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له ومن تزوج إليك ما عندي بيت ما عندي عمو كيف أقدم على الزواج نقول لك أقدم على الزواج ثقة بالله كل هذه الأحاديث وتلك الآية ينبغي أن تكفيك أن تسق بالله من تزوج ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له ومن أحيى أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له أما من تتزوج حديثان يقول عليه الصلاة والسلام إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها بس بدأ بدينها لدينها كل جمال مطلوب لدينها وجمالها كان ذلك سدادا من عواز أما الحديث الذي يقسم الظهر من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا دنة ومن تزوجها لمالها فقط ما همه أمر دينه لم يزده الله إلا فقرا ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا دناءة ومن تزوجها لم يتزوجها إلا ليغض بصره أو ليحصن فرجه أو ليصر رحمه بارك الله له فيها وبارك له وأنا أقول لكم والله الذي أنجزه أحيانا بعد صلاة الفجر إلى الساعة الثامنة يزيد عن أربع أضعاف ما أنجزه أثناء اليوم بورك لأمتي في بكون عود نفسك أن تنام باكرا تنام باكرا تستيقظ على صلاة الفجر وكأنك حصان نشيط هذا وقت البركة وقت التجلل وقت الرحمة لو يعلم الناس ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا ومن صلى الفجر في شماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يسلح أيها الإخوة أحد أسباب زيادة الرزق عدم النوم بعد صلاة الفجر فقد قال عليه الصلاة والسلام الصبحة تمنع الرزق وفي رواية تمنع بعض الرزق والحديث المألوف والمشهور بورك لأمتي في بكوري والذي يؤلم أشد الألم أن الغربيين في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا تبدأ الحركة الكثيفة بدأ من الساعة الخامسة صباحا كنت قبل أسبوع في مدينة بفرنسا والله الساعة التاسعة مساءا ما وجدت إنسان في الطريق ولا إنسان في مدينة كبيرة ينامون باكرا لترتاح أجسامهم وينهضون باكرا إلى أعمالهم ليركزوا في أعمالهم نحن أحق بهذا لهم نحن للساعة واحدة ثنتين ثلاثة ما في شيء بيبدأ قبل الساعة قمعشتان لا في المكاتب ولا في المحلات التجارية كل شيء لسا المعلم ما أجل للساعة قمعش ما في حركة هؤلاء الذين يعملوا الواحد منهم ثماني ساعات في بلاد نامية يعمل الإنسان سبعة وعشرين دقيقة وفي بلد آخر سبعة عشر دقيقة وفي بلد آخر أقل من دقيقة لا تصدق أن تستطيع أمة يعمل أفرادها بالدقائق أن تنتصر على أمة يعمل أفرادها ثماني ساعات يوميا فلذلك أحد أسباب زيادة الرزق عدم النوم بعد صلاة الفجر أنا لا أمنع هذا إطلاقا ما في حكم شر إذا إنسان صلى الفجر في جماعة واستلقى ساعة أو ساعتين المقصود أن تباكر إلى الرزق أحد علماء دمشق ألف أكبر موسوعة فقية عشرين جزء تقريبا وأكبر موسوعة في تفسير القرآن أقسم لي بالله أن هذين الكتابين الكبيرين ألفهما ما بين الساعة الرابعة صباحا والساعة الثامنة وقت الفجر وأنا أقول لكم والله الذي أنجزه أحيانا بعد صلاة الفجر إلى الساعة الثامنة يزيد عن أربع أضعاف ما أنجزه أثناء اليوم بورك لأمتي في بكون عود نفسك أن تنام باكرا تنام باكرا تستيقظ على صلاة الفجر وكأنك حصان نشيط هذا وقت البركة وقت التجلي وقت الرحمة لو يعلم الناس ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يسبح سيد فاطمة مر بها النبي الكريم وهي مضجعة فقال يا بنيتي قوني اشهد رزق ربك ولا تكون من الغافلين فإن الله يقصم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشخص مرة ينبغي أن ألتقي مع إنسان قال الساعة السابس صباحا في مكتب لفت نظري الساعة السابس صباحا هذا وقت لم يألف الناس أن يلتقوا به قال لأنا كنت صغيرا وكان أبي يوقظني لصلاة قيام الليل كل يوم فألفت هذه العادة أنا قبل الفجر بساعة أستيقص وأبقى إلى المساء وأنا مباكرا لو أخذ قرار الواحد سهر قيل وقال وكلام فارغ وغيبة ونميمة حتى الساعة الواحدة في معظم الأيام تفوته صلاة الفجر وإذا إنسان فاتتهم صلاة الفجر كمن بال الشيطان في أذنه وفي حديث يقول عليه الصلاة والسلام إذا صليتم الفجر فلا تناموا عن طلب أرزاقكم فإن هذه الأمة قد بورك لها في بكورها والدعاء النبوي اللهم بارك لأمة في بكورها وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار لا تناموا عن طلب أرزاقكم فيما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس باكروا طلب الرزق والحوائج فإن الغدوة بركة ونجاح حرش ينزل الله للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم الذي يوسع على من حوله يوسع الله عليه يلي يتولى ما تحتاجه أخواته الفقرات يوسع الله عليه الذي يتولى جيرانه يوسع الله عليه الذي يتولى الفقراء والمساكين يوسع الله عليه بقدر ما تنفق يأتيك الرزق تضيق يضيق عليك توسع يوسع عليه ينزل الله للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم فمن كثر كثر الله له ومن قلل قلل الله له والحديث القدسي أنفق أنفق عليك يد الله ملأة لا تغيظها أي لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبير إنساك تضيق فأخذ بعمامته فجذبها إليه وقال يبنى العوامة أن رسول الله إليك وإلى الخاص يقول الله عز وجل أنفق أنفق عليك ولا ترد فيشتد عليك الطلب إن في هذه السماء بابا مفتوحا ينزل منه رزق كل مرئ بقدر نفقته أو صدقته ونيته فمن قلل قلل الله عليه ومن كثر كثر الله عليه وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام يا عمران إن الله تبارك وتعالى يحب الإنفاق ويبغض الإختار فأنفق وأطعم ولا تصرر صرا فيحشر عليك الطلب وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السخاء شجرة من شجر الجنة أغصانها متدليات في الدنيا من أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة والبخل شجرة من شجر النار أغصانها متدليات في الدنيا من أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى المر أنفق أنفق عليك أنفق بلاله ولا تخشى من ذي العرش إقلاله أيها الإخوة في عنا بن آخر سادس حسن الخلق أحد أسباب زيادة الرزق عن أنس رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام حسن الخلق وكف الأذى يزيداني في الرزق الحليم مرزوق العفو مرزوق الكريم مرزوق المنصف مرزوق حسن الخلق وكف الأذى يزيداني في الرزق وعن عبادة ابن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى إذا أراد بقوم بقاء أو نماء رزقهم السماحة والعفا وإذا أراد بقوم اختطاعا فتح عليهم باب خيانة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا قموا بسك أيها الإخوة الأمانة تجر الرزق دقيق هذا قانون الأمين موسوء يتمنى الناس أن يشاركون يعطيه الناس أموالهم ليتجرى بها يعني أكبر سروة تملكها على الإطلاق أن تكون أمينا أمانتك سبب وفرة الرزق في حديث آخر الأمانة غينا بالمعنى المادي أنه بحق الأعمال التجارية الموضف الأمين مطلوب وراتب مرتفع ومركزه قوي وينمو باستمرار الأمانة غينا الوفاء والصدق يجران الرزق إذا واحد بشركه وفيه بصاحب الشركة لم يضيع وقت الدوام إطلاقا الوفاء والصدق يجران الرزق والأمانة غنا ومن يحرم الرفقة يحرم الخير وهذا الكلام موجه للشباب بند سابع من بنود هذه القطبة أن النكاح أحد أسباب زيادة الرزق وقد لا يفهم الإنسان هذا المعنى هو بضائقة يعني ذاويها بالتي كانت يداءه هو بضائقة أنت حينما تطلب العفاق الله عز وجل يفتح لك أبواب الرزق يأتيك رزقك ورزق حليلتك الأدلة يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس التمسوا الرزق بالنكاح أنت حينما تفكر أن تتزوج مرأة صالحة تسترغا وتجبر خاطرها أنت الآن مرزوق الصدر وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال عليه الصلاة والسلام تزوج النساء فإنهن يأتينكم بالمان يعني تأتي ومعها رزقها والآية الكريمة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الحاجة والفقر فقال عليك بالباء عليك بالزواج شكى إليه الفقر ما معه قال له عليك بالزواج وعن عمر رضي الله عنه قال عجبت لرجل لا يطلب الغنى بالباء بالزواج والله تعالى يقول دققوا الآن افهموها فهم خاصة هذه الآية إن يكونوا فقراء قبل الزواج يغنهم الله من فضله بعد الزواج وفيه بالجامع الصغير أدت أحاديث تبدأ بحق حق الوالد على ولده حق الولد على أبيه حق الزوج على زوجه حق الزوج على زوجته حق المسلم على المسلم حق أحاديث كثيرة لكن فيه حديث واحد إذا قرأه الشاب ينبغي أن يقشعب جدا حق المسلم على الله أن يرزقه إذا طلب العفاف حق المسلم على الله أن يرزقه إذا طلب العفاف وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله أن يغنيهم المجاهد في سبيل الله والناكح يريد أن يستعفف والمكاتب يريد الأذى وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح أطيعوا الله أنت حينما تتزوج تطيعوا الله الدليل وأنكحوا الأيام منكم أمر إلهي تزوجوا أيها الشباب أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وعن جادر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الفاقة فأمره أن يتزوج كم حديثة ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له من سعى في فكاة رقبة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له ومن تزوج يقول لك ما عندي بيت ما عندي عمال كيف أقدم على الزواج نقول لك أقدم على الزواج ثقة بالله كل هذه الأحاديث وتلك الآية ينبغي أن تكفيك أن تسق بالله من تزوج ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له ومن أحيى أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له أما من تتزوج حديثا يقول عليه الصلاة والسلام إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها فبدأ بدينها لدينها والجمال مطلوب لدينها وجمالها كان ذلك سدادا من عوز أما الحديث الذي يقسم الظهر من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا دلن ومن تزوجها لمالها فقط ما همه أمر دينه لم يزده الله إلا فقرا ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا دناءة ومن تزوجها لم يتزوجها إلا ليغض بصره أو ليحصن فرجه أو ليصر رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيها يعني فعليك بذات الدين تربات يدها ترجمة نانسي قنقر